48 ساعة اضافية فقط تتمتع فيها مدينة حلب السورية بهدوء حذر حيث اتفقت كل من الولايات المتحدة وروسيا على تمديد نظام التهدئة في المدينة حتى منتصف ليلة الاربعاء الاتفاق الاميركي الروسي يهدف الى فتح الطريق امام الاطراف السورية المتنازعة للعودة الى طاولة المفاوضات اتفاق قوبل بترحيب دولي واسع وبمباركة من الامم المتحدة التي رأت فيه مؤشرا ايجابيا يزيد من فرص العودة الى طاولة التفاوض استطيع ان اقول بلا تردد ان المبعوث الخاص يشعر بالتفاؤل فيما يتعلق بعودة الاطراف السورية الى طاولة المفاوضات المجموعة الدولية لدعم سوريا ستجتمع في السابع عشر من الشهر الحالي وهذه علامة جيدة اضافة الى ان البيان الروسي الامريكي يعد تطورا ايجابيا لذا لا يوجد لدي سبب يدفعني الاعتقاد ان الديمستورا غير متفائل وزير الخارجية الامريكي جون كيري اكد ايضا ان مجموعة الدعم الدولي لسوريا ستعقد اجتماعا تستضيفه فيينا في السابع عشر من الشهر الجاري بعد اصدار واشنطن وموسكو بيانا مشتركا يهدفو فقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى ارساء تغيير جذري في الوضع بسوريا مقرم في الوقت نفسه بصعوبة الوضع على الارض المهم الان خلق مناخ ملائم لتسوية سياسية امل ان الالية التي طورناها مع شركائنا والتي يلعب فيها الجانب العسكري دورا مهما ستؤدي الى تغيير جذري ايجابي في البلاد ويسيطر الهدوء الحذر على مدينة حلب منذ الاعلان عن تمديد الهدنة وكان ناشطون سوريون قد تحدثوا عن وقوع اشتباكات بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بين قوات النظام وفصائل المعارضة في الاطراف الغربية للمدينة وسقوط قذائف عدة على عدد من الاحياء وتبقى عيون الشارع السوري شاخصة نحو ما قد يصدر عن نهاية المفاوضات على امل ان تضع حدا لمعاناتهم اليومية ويرى معظم السوريون في الهدنة حلا مؤقتا فقط الهدنة ما بقى استعمل شيء يعني خرب عبنزة القذائف عبنزة كل شيء على العالم ما بقى لا شغل لا عمل لا شيء اتجمدنا العالم كلها خرب بيوتها ما فيه انسان الا ما تدمر يعني عبي ياخدوا بعضة مثل ما بقولوا بالرياضة انه وقت مستقطع برجع بعيد تأهيل اعمرون شفنا يعني شون القذائف طبت على كل مناطق حلا الوقت المستقطع الذي تمنحه الهدنة لسكان حلب قد لا يقدم لهم ما يبحثون عن الا انه يمنحهم بالتأكيد فرصة لعيش حياة تكاد تكون طبيعية ولو لساعات معدودة اشتركوا في القناة شكرا